السلام عليكم من الأمانة المهنية والأدبية أني أنقل الرأي الآخر اللي يقول لا توجد نية أو بوادر أو معطيات على قرب توجيه ضربة عسكرية أمريكية إسرائيلية لإيران يا جماعة الكلام هذا مو كلامي أنا أنا مو قاعد أنقل رأيي أنا أنا قاعد أنقل رأيي مصادر إعلامية في الصحف الغربية أو بالمواقع الغربية الرأي الآخر يقول لا لو فيه شمس كمبانة منمس يقول مستحيل أن في الوقت الحاضر أن يكون هناك ضربة عسكرية لإيران زين ليش قال أن أول شي إذا تمت الضربة العسكرية لإيران في الوقت الحاضر أو تم تغيير النظام في الوقت الحاضر فإن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ليس له معنى يعني خلاص الآن التهديد ما فيه تهديد من قبل إيران ما هي قاعدين يا الأمريكان هذا النقطة الأولى النقطة الثانية إن مصانع الأسلحة في الوقت المتحدة الأمريكية خلاص ما راح تشتغل يعني خلال خمسة سنة 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 الماضية اشتغلت المصانع وكان فيه يعني مثل ما تقول تصعيد هذا يرفع وهذا الإيران يقول راح نضرب وهذا راي يقول راح نضرب فدول الخليج اشترت أسلحة يمكن يقارب تريليون دولار يعني ألف مليار دولار يقول بعد الرأي الآخر المعاكس يقول أن الاتفاق النووي الآن أصبح جاهز يقول أن خلاص وركبوا الكاميرات ومستوى تخصيبوا اليورانيوم على يعني المستوى أن ما يكون عند إيران قنبلها نووية لكن اللي عطل الاتفاق النووي توقيع الاتفاق النووي وهو أن بعض دول الخليج وإسرائيل مثلا وأمريكا لأنها تضغط أن يكون هناك الصواريخ البالستية الإيرانية وطائرات المسيرة داخل الاتفاق النووي ممكن أن إيران تقلل هذه الصواريخ أو يعني ممكن أن يكون تفتيش على هذه الصواريخ مثل اللي صار في صدام إيران تقول لا هذا ما لا أي علاقة في الاتفاق النووي إيران حاليا تسمى جنة الجواسيس أو المخربين أو العملاء بمعنى أن إيران إسرائيل استخدمت عملاء إيرانيين في ضرب عدد من المفاعلات النووية الإيرانية داخل من داخل إيران حتى اغتيال علماء إيرانية أنا شفنا مفاعل نطنس وفيه مفاعل بوشهر تم تدميرهم شلون يعطي بازوكة مثلا لأحد الإيرانيين هيا الله أروح وجهها من فوق الجبال أضرب المفاعل أو مثلا زرع عبوات ناسفة في السيارة مثلا سيارات الأغذية تدخل داخل وتتفجر أو يعني ممكن أن يتم عمل تخريبي داخل هذا ممكن يزيد يعني الإعدادات للمفاعل فينفجر المفاعل وهذا تم أعتقد ثلاث مرات وتم اغتيال عالم نووي إيراني النقطة الأخرى أنه لو تم ضرب إيران حاليا في الوقت الحالي ممكن أن إيران راح ترد بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج وممكن أنها تتجهي الاتجاه آخر إلى ضرب المشاءات النفطية في دول الخليج طبعا أغلب المشاءات أو الموانع النفطية في دول الخليج هي على البحر على البحر حت المسؤولين طلعوا قالوا ننشأ جزر استناعية فيها منظمة دفاع الجوي ليش؟ لأن كل المنشآت الحيوية في دول المنطقة مكشوفة على الصواريخ البالستية الإيرانية أو سواء القوارب الإيرانية أو طائرات المسيرة إيران لما تجي يعني تهاجم هذه القواعد أو المصافي النفطة أو الموانع ما تهاجم بطيارة واحدة مسيرة لا تهاجم ثمان تسع عشر تقريبا اللي يعني تشتيت الدفاع الجوي ممكن الدفاع الجوي سقل ثنتين ثلاثة وثنين ثلاثة ما تضرب الهدف فالبقية ممكنها تضرب الهدف حتى أن هناك ثغرة يعني في ثغرة فوق العبد اللي تقريبا استخدمتها إيران في ضرب بقيك السنة الفاتحة هذه ثغرة ثغرة كانت موجودة تمتد ليه إلى تقريبا بفوق عيرية ليه سيدة ليه بقيك هذه ثغرة موجودة لأن أنظمة الدفاع الجوي موجودة على البحر منتوقع أن يكون الهجوم من الجانب الآخر من البحر إلى البحر لكن هناك ثغرة الآن تم تغطيتها أعتقد الجانب السعودي طلب من الجانب الكويتي أنظمة واتريوتو تم تغطيت هذه الثغرة ويقول لك الآن حتى أنظمة الدفاع الجوي أصبحت مكلفة جدا صاروخ البالستية الإيرانية أو القوارب هذه إيران تستخدم القوارب الصيد وتركب لها المكاينة السريعة هذه وعندك الطائرات البنون طيار سعرها 20 ألف دولار يتم تصنيعها في إيران فصاروخ باتريوت يتم إطلاقه على مسيرة قيمتها 20 ألف دولار وسعر صاروخ الباتريوت تقريبا بألف بملايين الدولارات فشيء يسبب خسائر كبيرة جدا الأمر الآخر أن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية هي صحيح أن هناك عقوبات اقتصادية على إيران لكن هي سامحة لها يعني أنها تبيع نطها في سوق السوداء حتى يعني يكون هناك نزول لأسعار النفط فإن تم ضرب إيران الآن فراح يتوقف هذا الانتاج الخطر للولايات المتحدة خالفة منها أنه ممكن يصير برل هاربا في الخليج بمعنى أن إيران ممكن أنها تهاجم حاملات الطائرات في المنطقة وبذلك يعني ممكن أن يتهاجم حاملات الطائرات بصواريخ أو بمسيارات أو بالقوارب ممكن أن أثناء عشقار بمثلون نفس الوقت يفجرون حاملة الطائرات إذا تم تفجير حاملة الطائرات ممكن ردة فعل الأمريكية تكون قاسية جدا يعني نفس اللي صار في برل هاربا بعدها الولايات المتحدة الأمريكية ضربت اليابان بقنابة النووية فإذا تم إغراق حاملات الطائرات الأمريكية هذا راح يكون يعني تكلفة كبيرة جدا على الحكومة الأمريكية وأيضا على إيران ويقولك أيضا الآن لو يتم ضرب إيران في الوقت الحالي سيتم شيطنة المتظاهرين الإيرانيين وبذلك سوف تخف المظاهرات في إيران بشكل كبير جدا فيتم يعني يعطاء يعني عذر للجانب الإيراني يعني على طبق من ذهب أما الجانب العسكري يقولك منه صعب جدا الآن ضرب إيران خصوصا إسرائيل ليش؟ لأن المفاعلات النووية الإيرانية بعيدة عن بعضها ممكن أقل واحد ممكن خمسمية ستمية كيلو عن الآخر فهذا يحتاج للعدد كبير جدا من الطائرات وأيضا اللي تزود بالوقود في السماء فكل هذا ما هو موجود عند إسرائيل حتى يعني المسافة بين إسرائيل والكيان الصهيوني هو إيران بعيد جدا فهذا يحتاج إلى أيضا طائرات اللي تزود بالوقود جوا وأيضا بعد رفض دول الخليج لضرب إيران هناك بلوك خليجي لضرب إيران خوف من إشعال المنطقة وغيره 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 في بعيد نقطة يقولك أنت الآن ما تضمن ردة الفعل الإيراني هل ردة الفعل الإيراني راح تكون شاملة بحيث أن تكون حرب مفتوحة شاملة أو ردة الفعل الإيراني راح تكون محدود بمحجم الضربة التي تم ضرب بها مفاعلات النووية الإيرانية سيتم ضرب مثلا القواعد الأمريكية فمو قاعدين يعرفون شنو ردة الفعل الإيراني إلى الآن نقطة أخرى يقولك أن المفاعلات النووية الإيرانية حتى لو تقصفها يقول ما راح توصل لها قنابل بحاجة إلى قنابل خاصة قنابل قوية جدا مثل القنابل التي استخدمتها يوات المتحدة الأمريكية في أفرانستان لتدمير الكهوف فإسرائيل يقول إلى الآن ما تملك هذه القنابل لاختراق الخرسانة التي تؤدي وبذلك تؤدي إلى ضرب المفاعلات النووية تحت الأرض في سبب آخر بعد يقولك أن ضرب إيران في الوقت الحالي راح يزيد أسعار النفط يقول إذا زاد أسعار النفط هذا راح يكون من صالح روسيا راح تستخدم روسيا زيادة أسعار النفط والغاز أيضا لأن إيران تنتج الغاز في المجهود العسكري الروسي ضد أوكرانيا بس يا جماعة عساسنا ما يكون هناك ثناقضات هذا ليس رأيي الشخصي هذا الذي طلعت عليه من المصادر الأمريكية هو سواء كانت صحف أو إعلاميين غربيين سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها لذلك من الجانب الأخلاقي أني أنقل الجانب الآخر من الموضوع